السباب المشهورة في مصر عشان لستة الأسباب كبيرة جدا كتيرة فالأسباب عندنا في مصر هما أهم ثلاث أسباب نفكر فيهم أول ما يجدنا المريض بقيء دموي في الاستقبال السباب الأول والأهم هو دوال المريء النزيف من دوال المريء السباب الثاني كرح المعدة أو كرح الاثنى عشر والسباب الثالث هو التهابات جدار المعدة الحادة أو التهابات الاثنى عشر الحادة هما دول الثلاث أسباب المشهورة في بقى أسباب مش مشهورة في أسباب أقل في النسبة يعني مثلا عندنا دول المريء يمثل نزيف فيه حوالي 65% من الأسباب للجنة في الاستقبال كرح المعدة تمثل حوالي 25% إلى 30% التهاب جدار المعدة يمثل حوالي 10% إلى 15% تتراوح من مكان إلى الثاني فدول أشهر ثلاث أسباب فيه أسباب تانية أقل في الأهمية يعني مثلا في المريء مثلا عندنا مرض ارتجاع المريء ممكن يسبب لنا كرح في أسفل المريء ودي ممكن تنزف فالمريض يجي بقيء داموي فده أحد الأسباب برضو فيه متلازمة مالوري اسمها مالوري وايز أو مالوري في سندروم فده المريض بقيء كتير قيء عادي وفي آخر القيء بيحصل زي قطع في الغشاء المخاطئ المبطن للمريء والجزء الأسفل منه فيبدأ يرجع دام ده أسباب أقل في الأهمية في المعدة غير كرحة المعدة طبعا والتهاب جدار المعدة أو رام المعدة أو رام المريء ممكن يكونوا أحد الأسباب ولكن بتبقى في المراحل المتأخرة من المرض يعني المريض مايجيش غالبا في الأول لأنه هو يرجع دام وفيه برضو حاجة اسمها الفتء الحجاب الحاجز يعني المعدة بيحصل لها انفتاء في تدخل في تجويف الصدر حمض المعدة يعمل الالتهاب في أجزاء من المعدة فيحصل تريع دام ترجمة نانسي قنقر